السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم سهير الفئة المحامية بتناول شأن العام والأضايا اللي بتهمنا وآخر الأخبار بقول لكم وحشتوني جدا ببدأ بداية الكلام هنبدأ بإشاعة يا جماعة ويدي إشاعة بالسهلة لأنها بتخص فنانة كلنا بيحبها وهي الفنانة ميرفت أمين ميرفت أمين طلعت إشاعة أنها هي توفت عن عمره يناها 74 كمان يعني حددوا العمر 74 سنة وهي بخير وسليمة وهي كانت بسح عندها وعكة صحية مرت بيها والحمد لله بخير وموجودة على بخير يعني وهي كانت بس متأسرة لفقدانها لأصدقائها المقربين لها جدا رجاء الجدا ودلال عبدالعزيز ولكن الأعمار دي بإدرب بنا ومحدش عمره مرتبط بعمر حد فهي بخير وإن كانت بتمر ببعك صحية فده شيء طبيعي ولكنها الحمد لله للمحبنها يطمئنه فنانتنا كويسة وخير الخبر الثاني اسمحوا لي بقى بقول لكم إن فيه وزيرة اتعينت للقهوة وأخرى وزيرة لزيت النخيل هتقولوا فين هقول لكم لا ده مش في مكان تعرفوه ده هو في مكان لا عربي ولا مصري ده موجود في أفريقيا وبالأخص بقى دولة اسمها غينيا جديدة دولة غينيا دي عامنا وزيرة للقهوة طب ليه وزيرة للقهوة وزيرة لزيت النخيل لأنهم اعتبروا محاصيل عندهم دي صاروة قومية مصدر من مصادر الدخل فمن حقهم فعلا يعملوا وزيرة للقهوة ووزيرة لزيت النخيل مصدر أساسي للدخل عندهم فإحنا من حقه زي ما إحنا عندنا كده وزير البترول والطاقة طبعا إحنا عندنا البترول برضو يعتبر مصادرنا فبنهتم بيه فهم اللي عندهم القهوة وزيرة النخيل هنتكلم على الخبر اللي بعد كده إن المنديال بتاع عشرين اتنين وعشرين اللي بأقامته اللي هي المنظمة لها السنين وعشرين دي قطر طبعا كلنا عارفين قطر قد إيه كانت تناضل وتجاهد للحصول على إن هي اللي تنظم هذا المنديال وطبعا كده حظها وإن كان إحنا حظنا كان أقل شوية لأن إحنا حتى مقدرناش نوصل للمنديال ما قدرناش نمر بالحجر اللي قدامنا اللي هو أسيوبيا وانغلبنا قدام أسيوبيا للأسف بخزلان اللعيب المصريين أمامهم وكلنا كلنا نفسنا كمصريين ننزل الملعب نلعب معاهم يعني كنا نزيل نفوذ على أسيوبيا في أي حاجة حتى لو كان فيما شكورة ولكن إحساسنا ده ما وصلش لللعيبة للأسف فانهزموا قدام أسيوبيا وده كان سبب إن إحنا ما نكونش من الناس اللي نالهم شرف إن الانضمام للمنديال والأسف هنقعد نتفرج على المباريات وعلى لعيبة ويكفينا هذا الأمر وكنا نشوف أولادنا لو كانوا معاهم كنا نبقى أشعر أكتر من كده ولكن ده كده حظنا إحنا في هذا المنديال بنقول الخبر المهم الثاني وهو إن جيشنا العظيم قدر يمنع عملية كبيرة جدا يا جماعة الحاجة دي اللي دخلت مصر كانت هدعمل يعني مشكلة كبيرة مدخل الكمية تلاتة طن هحمن هي مادة البنجو تلاتة طن ونص بنجو واربعمائة وتمانين كيلو جرام من المخدر الهيروين الكمية دي بتخش في مصر بيخلطوها في حاجة تانية تتضاعف أضعاف الأضعاف تخيلوا بقى الكلام ده كله لما يدخل في بلدنا يحصل إيه يعني إحنا كده حمينا أولادنا وشبابنا من خطر كبير جدا لإن إحنا عارفين إن التجار عادين متلهفين بنشوفهم في الأفلام منتظرين والأعود ده يعني وكل واحد منتظر نصيبه من اللي جاي ده فالحمد لله إنه هو دي كانت النتيجة وخسروا فلسهم وربنا ده من يخسرهم يا رب الخبر اللي هميني وإنها سعيدة بيه جدا إن إحنا حاجة اسمها السقب الأسود لو إنتوا تسمعوا عنه ده كان موجود في الأفلام الأجنبية دايما يخوفونا من حاجة اسمها السقب الأسود وتقى يا سفينت الفضاء تقول الحق ده فيه سقب أسود قدامنا يا جماعة كلنا كنا نبقى شغفين نعرف يعني سقب أسود اتضح إن هو معناه إن هو حاجة كسيفة جدا لا يخترقه شيء حتى الضوء لو جي جنبه يمتص الضوء تخيلوا لو أي سفين قربت منه تمتصه فعشان كده سموه سقب الأسود من قتر غموضه قتر الناس ما هيش عارفة توصل لحل معاه فسموه سقب أسود هو غامد ولكن أخيرا قدروا يصوروه والكمان اللي إحنا مش هنتوقعه إن إحنا قدرنا نصور صوت السقب الأسود تخيلوا من هو ليه صوت؟ صوت السقب الأسود أهو صوته ما ظهرش شكله ظهر ولكن الصوت بتاعه كان ضعيف نتمنى نشوف كده برضو الصوت ما ظهرش تمام شفناه على الأقل والصوت بتاعه ما ظهرش في هذا الفيديو الخبر اللي إحنا بقى دايماً بنلاقيه ويعدي علينا كده إن إحنا نلاقي ناس بتفحط في بيتها عن قصار يعني ناس بتلاقي اللي يقول لها ده أنتوا بدي حيبكوا قصار وفتحوا ونقابوا وحتلاقوا وهنجبلكوا حد يشتري تخيلوا لسه حد بيفكر بالشكل ده تخيلوا لسه في ناس بتضيع ولادها في هذا التفكير يعني يجي لهم شيخ يقول لهم ده أنت هنعزموا في حاجات وفي كنوز وهتلاقي وهنجبلكوا اللي يشتري وولدهم يضيعوا يقول لك في بير يوقع على أربع شباب ده هم ولاد عمامهم راحوا شباب يضيعوا عشان أحلام وجنان هو أحلام فعلاً مجنونة بتخيلين إن هم لو لقوا حاجة هيمسكوها في إيديهم يا جماعة ده اللي حواليكم مبلغين عنكم والشرطة تحطاكوا تحتوا عينيها بص مجرد ما يظهر حاجة عندكم هتلاقي الشرطة فوق دماغكم يعني أنتوا بتتعبوا نفسوكوا بتضيعوا أروحكوا على الفاضي يعني اللي هيبلغ ده يا إما حاقد اللي أنتوا هيبقوا في إيديكوا فلوس يا إما شايف نفسو إنه أنت بتتعدى على أثار بلده اللي هي بتعتبر جزء من السروة القومية لبلده فهبنحقه طبعاً يبلغ وأنا بشجع أي حد يعرف حد زي كده ما يستناش إن إحنا دي سروتنا فعلاً ونازم نحافظ عليها أما بقى الأخ دوت فهو وجد سمكة والناس بتبقى ترمس سنرة بتاعتها عشان تستطيع سمكة طلطي وسمكة أرموت ولا حاجة وأخينا ده لقى سمكة وكأنها حجر سبحان الله ولكنها من إيه من زمن من تسعين مليون سنة دخلوا من تسعين مليون سنة الحجر السمكة دي عايشة إزاي طيب طب إزاي وجدوها كده يعني بتتغزى على إيه طيب دي وأكيد طبعاً مش هيخدها ولا يسويها طبعاً هيسويها في إيه ده ده هو أكيد هيحنطوها ويعلقوها في حتة هتبقى مظهر من النظرات يعني عمرها تسعين مليون سنة موجودة في أمريكا الجنوبية يا جماعة ده حاجة من معجزات يعني وشكلها غريب سبحان الله يعني مش شكل عادي الشركات والأفراد اللي عندهم بنوك فيه خبر حلو قوي ليهم إن البنوك خلاص أصبح من حقك تودع وتصرف بعد ما كان خمسين ألف يعني احني بعد ما كان خمسين ألف حد الإداع والصرف البنك عدل الحد ليه مية وخمسين ألف طبعا اللي عنده شركة واللي عنده آآ مشروع بيبقى محتاج يكون عنده دخل ولكن آآ كان الأول أمر آآ مقايد شوية بسبب كورونا والأحوال الاقتصادية اللي الناس كتعيشاها أما الآن فدلوقتي الأمر اختلف وأصبح لحد يوصل لمية وخمسين في اليوم ولكن من الفروع لكن الصرف الآلي كما هو الخبر بعد كده بنقول أهمية العنب طبعا احنا بمسمة العنب وكلنا بنحب العنب ومناكله بس بنقول إيه يا جماعة ناكل بالنسبة اللي عندهم أمراض السكر يناخدوا بالهم إن هياخدوا منه حبات بسيطة ما يكتروش منه لأنه مريض السكر دام نتقلق بعد عن العنب العنب من حاجات اللي بترفع السكر جدا فأنت تاكل حبات بسيطة بعدد أكافي إيدك مثلا ولا حكا ما تزويتش تاكل على شريعة دستور بتاعنا كله واشربه ولا تصريفه هنأكل من كل حاجة ما نحرمش نفسنا من حاجة ولكن ما نضيعش مننا صحتنا لأن الصحة تاج لا يراها إلا المريض الخبر البعد كده بيقول إن وجدوا في مسجد في شبرى الخيمة الكاميرات لاحظت إن في واحد في صلاة الظهر تخيلوا في عز الظهر يعني واحد بيصلي وهو بيصلي غفل الناس اللي هي بتوطي وبتصلي وتسجد وشرق موبايلاتهم الكاميرات جابته وأتمنى إن هما يجيبوه فعلا يعني مش مجرد إن الكاميرات تجيبوه ده يعني يجيبوه لأن دي حاجة بتحصر أي إنسان عندهم بايل دوت عليه كل مصالحه آآ تخيل لما بيضيعه يبقى عامل إزاي يعني تحزز بالضيعة بعدها كده ولسه لما يعمل بلاغ وتتبع ويرجع بيبقى هو آآ حالته تعبانة يعني آآ أتمنى إن هما يجيبوه لإن لداخل بيت ربنا بيبقى متعرض يأما يسرق جزمته وشوفشوفه على الباب يأما موبايله ومحفظته وهو بيصلي وقبل كده في ناس خدت بالسندوق النزور والتبرعات اللي في الجامعة خلت الناس بيصلي وخدوا الصندوق الحديد مش عارفة إزاي دي إزاي ياخدوا صندوق النزور والناس بيصلي برضو يعني الناس دي إيه وصلوا من ندالة لهذا الشكل وهذا الأمر ده فاقوا فاقوا كل الحدود يعني فيه ناس بتقولي يا أستاذة بكلمي عن الغلاء 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 هنتكلم عن الغلاء أنا وبقى غلاء مبارح ولا النهاردة ولا بكرة وإحنا مش عارفين إيه اللي هيجرى والأيام اللي جاية جاية معاها إيه فلي بالك إن إحنا كلنا آآ بنمر بظروف واحدة يعني إحنا كلنا بنقول الشهر 8 ده ما بيخلاصي آآ طويل يعني هو 85 ولا 30 مش عارفين ما بيخلاصي الكل اللي حاسس بيه حاسس بالضغوط فيه فكلنا بنمر بنفس الضغوط دي والغلاء مش عارفين نهايته فيه يعني النهاردة السعر نهاردة غير سعر مبارح وبقى الله أعلم آآ إيه بالضغط اللي ممكن يرخص مش عارفين آآ آآ بالنسبة للدعم تعارفين إن إحنا صندوق النقاق دي يعني عمال يضغط على مصر عشان تلغي الدعم ولكن طبعا ده تعتبر من الحاجات اللي هي حكومة ماسكة آآ حريصة جدا عليها وعارف أهميتها بين الشعب المصري وإن هو ما يتعرضش لحاجة زي كده من الأخبار برضو يا أسزة إن إحنا بنقول إن محمد عادل آآ جاله آآ محامي جديد محامي أعتبر هو الوحيد مش جديد هو أعتبر المحامي الوحيد يعني وهو الوقت هو الموكل رسميا من محمد عادل آآ محمد عادل عمله توكيل إزاي هم نقلوه لشهر عقاري تحت آآ آآ رقابة تحت آآ آآ حراسة وعملت توكيل للمحامي وأصبح الأستاذ أشرف نبيل هو المحامي الوحيد مع توكيل من آآ محمد عادل قاتل نييرة أشرف لإنتوا تعرفوا إن هي آآ قاتلها أمام محكاة أمام آآ جامعة المنصورة آآ كلنا عارفين إحنا الواقعة دي والأحداث ديت وهو باللوقتي أصبح هو اللي ليه حق إنه يقدم آآ آآ بالتوكيل الوحيد اللي معاه وإحنا نعرف إن فينا قد نتقدمه لمحمد عادل النقضة الأولاني اللي قدمه الأستاذ خالد البري والمقضة التانية الأستاذ محمد العسقلاني وحاليا فيه الأستاذ آآ أشرف نبيل هو بيجهز للنقضة التالت والأستاذ فريد الدي بينتظر الأيام الأخيرة لتقديم النقض بتاعه إيه اللي يحصل آآ ناتجة النقوط دي كلها إيه اللي هيتم هتنقبل ولا هتترفض هيتأيد الحكم ولا هينقبل النقض ده اللي احنا هنعرفه وهنتبعه ونشوف إيه اللي جديد اللي هيجد في الموضوع داوة آآ ولادنا اللي في المرحلة آآ التانية خلصوا وناتجته مطلعت مبروك اللي جاله جلية بعيدة يا جماعة فيه مرحلة اسمها تقليل الاختراب دي معاكم لغاية واحد تقاتين تمانية بتقدموا في الموقع الالكترولي تقليل الاختراب الكلية اللي انتوا عايزة تنقل ليه فيها بتحدديها بالزبط وخلي بالك ان انت لو حولتي لكلية ما فيش تحول تانية هي كلية بجيلك خلاص مش تدري بقى تحولي تاني فانت اختاري كويس ودقائي وانت بتختاري آآ مرحلة التالتة هتبدأ واحد تسعة واحد تسعة يبقى فيه اخبار كده حلوة آآ اولا ازدادة المعاشات هتبقى واحد تسعة آآ ازدادة اللي هو مية جنيه على بطاقة التومين دي برضو حاجة كويسة آآ المرحلة التالتة تبدأ واحد تسعة وتلات حاجات حلوة هتبدأ في واحد تسعة كلنا منتظرينها وكلنا منتمنى آآ الخير في تسعة دوت ويعوضنا عما كان في شهر آآ تمانية شهر كان حار ولكن نتمنى الخير في شهر القادمة آآ بقولك سودعكم الله لتقابل فيه اخبار سريعة وعجلة ولما يجد فيه اخبار نيره ومحمد آآ ويحمد عادل وآآ بيه حاجة اخيرة بالنسبة لسلمة قاتل سلمة تحددته جلسة اربعة تسعة اول جلسة لمحاكمة آآ قاتل سلمة اللي هو اسمه اسلام اسلام اول محاكمة لجلستها اربعة تسعة هنتبحها ونعرف اللي تم فيها وهيتحكم عليه ان شاء الله بالاعدام زي وزي محمد عادل استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة